ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتعظيم المقدرات الاقتصادية الوطنية هدف تبنته الحكومة الجديدة خلال الثلاث سنوات القادمة فالحكومة تسعى جاهدة إلى تعزيز القدرة الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومن هذا المنطلق يتضمن البرنامج الرئيسي تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة خلق اقتصاد احتوائي قادر على توفير المزيد من فرص العمل اللائقة ضمن برنامج الحكومة الاقتصادية أيضاً حيث تواصل جهودها في تقديم البرامج المختلفة لتوفير فرص العمل وتقليل نسبة البطالة من خلال رفع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 55% عام 2026-2027 وتبني برنامج قومي للتشغيل لتوفير المزيد من فرص العمل في القطاعات الرائدة ومواصلة جهود دفع الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وخفض نسبة العمالة غير الرسمية تسعى الحكومة أيضاً جاهدة إلى تصحيح الاختلالات بين جانبي العرض والطلب لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام وذلك من خلال صباغة سياسات اقتصادية تهدف إلى تحقيق النمو المتوازن للقطاعات الانتاجية الوطنية وتحديد القطاعات الرائدة فضلاً عن دراسة أهم التشابكات بين القطاعات الاقتصادية بالإضافة إلى وضع السياسات اللازمة لزيادة القدرة على تحقيق التكافؤ الذاتي ولتحقيق التنمية المكانية المتوازنة بين المحافظات تولي الحكومة أهمية خاصة بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية وكذلك المناطق الريفية كما تحرص على تقليص فجوة النوع في سوق العمل ورفع معدلات التشغيل في الوجه القبلي والمحافظات الحدودية علاوة على ذلك تركز الحكومة على تخطيط المجمعات الصناعية في المحافظات وتعزيز المقومات الاقتصادية الانتاجية بمحافظات صعيد مصر وزيادة الأهمية النسبية لمساهمتها في الناتج إلى ما لا يقل عن 16% عام 2026-2027 وكذلك إعادة هيكلة الإدارة المحلية تسعى الحكومة أيضا إلى زيادة القدرة التنافسية للصادرات من خلال تعزيز برنامج المساندة التصديرية وتشجيع المصدرين وتحسين منظومة التصدير وتسير الإجراءات وزيادة نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية يواجه العالم تحديات بيئية متزايدة مما يدفع الدول إلى تبني مبادئ الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر حيث أولت الحكومة اهتماما كبيرا بالزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة نسبة الإستثمارات الخضراء وتحفيز عدد من المشروعات الخضراء من بينها الهيدروجين الأخضر فضلا عن تبني سياسات لرفع كفاءة جمع المخلفات الصلبة ترجمة نانسي قنقر